السيد الرئيس الحفل الكريم إن مبدأ التراحم وأهميته القصوى في استقرار حياة الأفراد والمجتمعات والذي نبحث عنه اليوم كما يبحث الأعمى عن قُبَّعةٍ سوداء في حُجرةٍ مُظلمة هو من أخص خصائص شخصية صاحب هذه الذكرى العطرة صلوات الله وسلامه عليه وإن الحديث في هذا الجانب المُدهش في شخصيته صلى الله عليه وسلم حديثٌ طويل أفردت لبيانه مؤلفاتٌ مستقلةٌ برأسها تنطلق من الخطاب الإلهي الذي سماه الله فيه باسمين من أسمائه في قوله تعالى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفٌ رَحِيمٌ وقد يُقالُ إنَّ هذه الآية تُشيرُ إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين به فقط دون غيرهم وهو قولٌ قد يكون له وجهٌ من الصواب لولا أن آيةً أخرى جاءت لتؤكِّد على أن الغاية العليا من بعثته صلى الله عليه وسلم هي إيصالُ رحمة الله إلى الخلق أجمعين وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وأن الرحمة هي قطب الرحى في رسالته صلى الله عليه وسلم في كل مجالاتها عقيدةً وأخلاقًا وسلوكًا وتشريعًا بكل أبعاده الفردية والأسرية والمجتمعية والدولية ثم إنه صلى الله عليه وسلم يؤكِّد هذا المعنى في قوله الشريف إنما أنا رحمةٌ مُهدَاه للدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم بذاته وصفاته ليس إلا تجسيدًا حيًّا لرحمة الله تعالى التي يُقدِّمها هديةً للخلق أجمعين ثم يتكرَّر هذا المعنى على نحوٍّ أوسع وأشمل وللمرة الثالثة وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إنما بُعِثتُ لأُتمِّم مكارم الأخلاق والذي يؤكِّد هذه المرة على أن مكارم الأخلاق عامةً هي المقصد الأصيل من رسالة الإسلام بل من سائر الرسالات الإلهية قبل الإسلام يدلُّنَا على هذه اللفتة المحمدية المُنصفة للرسل السابقين قوله بُعِثتُ لأُتمِّم مكارم الأخلاق فهو صلى الله عليه وسلم مُتمِّمٌ ومُكمِّل لما أسَّسَه إخوانُه السابقون عليه وليس منشِئًا لمنظومة أخلاقٍ وقيمٍ جديدةٍ لا عهدَ للأديان الإلهية السابقة بها من قريبٍ أو بعيد ترجمة نانسي قنقر